ميلان يهزم سالريني طانا في عود الدوري الإيطالي سجل ساندرو تونالي هدفا وصنع آخر ليقود ميلان للفوز 2-1 على مضيف سالريني طانا يوم الأربعاء مع عودة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام سبعة أسابيع بسبب كأس العالم وعيد الميلان وهز رفائيل لياو وتونالي الشباك في الشوط الأول ليرتفع رصيد ميلان صاحب المركز الثاني إلى 36 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي المتصدر والذي سيلعب لاحقا ضد انتر تقدم لياو لميلان في الدقيقة العاشرة بعدما تلقت مريلا دكية من لاعب الوسط تونالي وتجاوز الحارس جيرومو أوتشوة ووضع القرة في المرمى بشكل رائع وسدد المهاجم أوليفي جيرو ضربة رأس بعيدا لكن الفريق الزائر لم يتأثر بذلك حيث ضعف تونالي النتيجة في غضون خمس دقائق بتسديد بعيدة المدى وهزب راهيم دياز الذي اقترب مرتين من التجيل في الشوت الأول الشباك بعد ساعة من اللاعب تقريبا لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل وكان بوسع ميلان إضافة المزيد من الأهداف لكن الفريق هدر عدة فرص بمن فيهم جيرو وسجل لاعب ساليرنيتان البديل في دي ريكو بوناتسولي هدف العزاء لصاحب الضيافة في الثقيقة الثالثة والثمانين بعد أن خدع الحارس كما سجل ساندرو تونالي هدفا وسنع آخر ليقود ميلان للفوز اثنين واحد على مضيف ساليرنيتانا يوم الأربعاء مع عودة دور الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام سبعة أسابيع بسبب كأس العالم وعيد الميلاد ترجمة نانسي قنقر